موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة قصة الكنيسة الاولى المدونة في سفر اعمال الرسل هذه القصة الملهمة هذه القصة التي تحكي عن رعاية الرب بكنيستي بدأنا الاسبوع الماضي حديثنا حول دفاع استفانوس واحد من السبع الذين اختيروا لخدمة الموائد وبسبب خدمته المتسعة والمسمرة يبدو انه كان هناك قرارا مبيتا في المجمع اليهودي لقتله وكان لابد من ترتيب تهم يستحق من اجلها القتل فاتهموه انه يجدف على الله ويجدف على الناموس وهو ضد موسى وضد الهيكل وكان استفانوس يدافع عن نفسه وضعت عنوان لهذا الاصح المتهم الذي اصبح قاضيا في دفاعه تكلم عن التهمة الاولى وهو تجديفه على الله وفي رده على هذه التهمة تكلم عن ابراهيم وتكلم عن يوسف وفي دفاعه التهمة التانية الخاصة بالناموس تكلم عن موسى تكلم عن موسى في اربعين سنة في تلات مرات او تلاتة فاربعين اربعين سنة ابن في القصر اربعين سنة وهو في البرية راعي غنم ثم الاربعين سنة السلسة نبدأ بها النهاردة اربعين سنة راعي لشعب الله في البرية يا صح سبعة والايات خمسة وتلاتين الى تلاتة واربعين تحدث استفانوس عن هذا الامر ودي المرحلة التالتة في حياة موسى او الاربعين التالتة من عمره من بدايتها يؤكد الله كما شهد استفانوس ان من رفضه الشعب رئيسا وقاضيا اختاره الله وارسله رئيسا وفاديا عدد خمسة وتلاتين في المرة التانية قبلوه ويمكن ده شبيه باللي حدث مع يوسف اللي كان مكروه ومبغض من اخوته لكن لما نزلوا مصر لم يعرفوه في المرة الاولى لكن في التانية كان لابد ان يقبلوه بعد ان عرفهم بنفسه وده بالضبط اللي حدث مع يسوع ومع هذه الامة ككل استفانوس بيشير الى خدمة موسى المتميزة واللي تعتبر اشبه بخدمة الرسل لانه كانت مؤيدة بعجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية اربعين سنة زي ما قال في اية ستة وتلاتين من هذا الاصح وبعدين موسى بيقفز بالاعلان الخطير اللي تنبأ بيه موسى تنبأ بيه الحقيقة في تسنية 18 لكن اتكلم عنه هنا في عدد سبعة وثلاثين من اعمال سبعة نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون ويؤكد ان هذا هو من رافقهم في رحلة البرية اللي كان حاضر عندي اعطاء الشريعة ومع ان هذه الشريعة هي اقوال الله الحية اللي اعطيت ليهم لاجل الحياة لكنهم لم يقبلوها ففي الوقت الذي خرجوا فيه من مصر وعبوديتها الحقيقة لم تخرج مصر من قلوبهم فكانوا يشتهون العودة اليها بل طلبوا من هارون ان يعمل ليهم اليها تتقدم امامهم بديلا عن الله واستجاب هارون لطلبهم وبدأوا يعبدون العجل الذهبي وهي عبادة منقولة من مصر حيث كان المصريون يعبدون العجل ابيس وهنا تركهم الله تحت وطأة القانون الالهي زي ما قال بعد كده الرسول بولوس في رمية واحد كما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق ومن عبادة العجل الى عبادة جند السماء والرب برضو حذرهم بوضوح وهم في البرية من هذه العبادة قال لهم في تسنية اربعة تسعة عشر لألا ترفع عينيك الى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم وكل جند السماء التي قسمها الرب الهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتغتر وتزجد لها وتعبدها بعدين استفانوس ينتقل من تاريخ البرية الى ما بعد ذلك في زمن الملوك حيث حملوا خيمة مولوك ونجم اله رمفان ده في عدد تلاتة واربعين ودل اشار الي عموس النبي تركوا عبادة الاله الحقيقي واكسروا من العبادات الوسنية ايه اللي اصد يقول استفانوس من هذا السرد وهذا التاريخ اصد يفكرهم بخيانة الاباء من وقت خروجهم من مصر وفي البرية وفي عصر الملوك حتى اخذوا ايام السبي الاشهوري وبعد السبي البابلي هم اتهموا استفانوس بالتجديف على موسى والنموس وهنا في دفعه بيؤكد ان اباهم وهم على شاكلتهم من خانوا موسى والنموس وفي نفس الوقت قدم استفانوس موسى اثناء وجوده في مصر ومديان والبرية وفي جامعها كان الرب معه رغم التحديات الكثيرة التي وجهها وبكده نفس استفانوس التهمة الموجهة ضده بانه ضد موسى او بيجدف على النموس لكن التهمة التالتة كانت مرتبطة بالهيكل موسى موسى في دفاعه تكلم في الدفاع عن هذه التهمة في اعمال سبعة والايات من اربعة واربعين الى خمسين التهمة موسى التهمة موسى بعد الاستعانة بشهود كذبة انه يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس علشان يؤكد انه لا يمكن ان يزدري بالهيكل عاد الى البداية الى خيمة الاجتماع وفي سرده هذا عرض لاسماء اربعة هي موضع حب وتقدير من الشعب وهم موسى ويشوع وداود وسليمان واقصر من الاسماء المذكورة انه الخيمة صممت حسب المثال الذي اراها الله بنفسه لموسى كانت الخيمة تشير الى حضور الله وسط شعبه في سكنهم او في ارتحالهم في البرية ولما دخل الشعب ارضك نعام تحت قيانة يشوع خدوا الخيمة معاهم وبصفة خاصة تابوت العهد اللي بيحتوي على لوحي الشهادة وظلت الخيمة معاهم الى ايام داود وفي ايام داود نقل داود التابوت في احتمال احتفال مهيب الى مدينة اورشالين في بيضر الرونة اليابوسي زي ما ذكر في صمويل التاني ستة وبعد ما سكن داود في قصره كل هذا السرد كان بيحكيه استفانوس فكر ان يبني بيت للرب مسكنا لاله يعقوب في اية ستة واربعين من هذا الاصحح لكن الله رأى ان سليمان هو من سيبني هذا البيت ويكمل استفانوس في اية تمانية واربعين من اعمال سبعة لكن العلي لا يسكن في هياك المصنوعات الايادي واحنا ممكن نتساءل هنا هل يناقض استفانوس كلامه وتقديره للخيمة والهيكل بالطبع لا لكنه اراد يؤكد لسامعية من رئيس واعضاء المجمع انه ما يتخذوش من الهيكل والخيمة قبل كده مسكنا لله بالمعنى الحرفي وإلا هيكون الله شبيه بالاصنام اللي بتحمل وتوضع فيها هيكلها علشان كده اعاد تأكيده تأكيد لهذا الرسول بولوس بعد كده في اعمال سبعتاشر الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياك المصنوعة بالايادي حتى سليمان اللي بنى الهيكل كان عنده نفس الفهم ولما صلى وقت افتتاح الهيكل وتتشينه قال كده لانه هل يسكن الله حقا على الارض هو ذا السموات وسماء السموات لا تسعك فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيته استفانوس اقتبس من اشعيا قديما وقال كده ان السموات كرسية الله والارض موطئ قدميه اين البيت الذي تبنون ليه واين مكانه راحتي كل غرض استفانوس في هذا الحوار انه المجمع يفهم انه لم يتكلم كلاما ضد الهيكل كما يدعون واراد اكثر انه المجمع يفهم المفهوم الصحيح الحقيقي للهيكل الجديد حيث تقبل منه العبادة ويسمع الله الصلاة كانت رغبت استفانوس ان المجمع يدرك ان الله حاضر في كل مكان ولا نستطيع ان نحده في مبنى مهما كان المبنى مقدس لانه ظهر اله المجد زي ما قلنا في البداية لابراهيم في قول الكلدانين وكان مع موسى في مصر التي لم تكن تعرف الله وظهر لموسى في ارض مديان ودع المكان اللي ظهر لي فيه ارض مقدسة وفي البرية كان الرب من خلال الخيمة يسكن وسط شعبه وهكذا في ان الله العلي لا يسكن في هيكل مصنوع بأيد الناس لا يحد سكنه في هيكل يبنيه الناس فالله يرتبط مع شعبه بعهد مش بمبنى اينما كان شعبه سيكون الله معهم ويسكن بينهم ما اروح هذا الدفاع اللي فيه قدم مصطفانوس هذه الحقاق اللاهوتية الرائعة والعميقة عن فكر الله وسكن الله وسط شعبه خليني اختم معاك صديق المشاهد باستفانوس القاضي اللي قال للمجمع هذا الكلام في الايات 51 الى 53 من اصح 7 يقول لهم كده يا قسات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان انتم دائما تقومون الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك انتم ايو الانبياء لم يضطهده اباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانباؤوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه الذين اخستم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه بعد انفى التهم الموجهة اليه وجه هذه التهم بنفس الخطيئة لمعاصرية ادي اصطفانوس كان قوي وجريه في هذا الامر وهو بيخاطب المجمع يا قسات الرقاب في ايو 51 ويمكن اصطفانوس كان بيستعير هذا التعبير من وصف الرب رأيت هذا الشعب واذ هو شعب صلب الرقبة وبالمناسبة غير اصطفانوس قالوا كلام بهذا المعنى زي موسى وحزقية وارمية النبي كلموا الشعب بهم قصات الرقاب او صلب الرقبة خطبهم كذلك غير المختونين بالقلوب والاذان ولا برضو تعبير شائع في الشريعة والانبياء لوصف هذا الشعب وهذا يعني ان قلوبهم كانت فاسدة ملوسة بالخطية ادنهم رفضت ان تسمع كلمة الرب لانهم كانوا بيقوم الروح القدس اللي كان بيبكت على خطيتهم وبيحاول يقودهم لبر المسيح وحذرهم من الدينونة لكنهم بعناد القلب رفضوا عمل الروح وسلكوا زي اباءهم تمام تمادوا اضطهدوا قتلوا الانبياء الذين تنبأوا بمجيء المسيح المخلص ويحكي التقليد احبائي نحكي عن اقوال المسيح في هذا الامر اذا التهم التي يوجهها سطفنوس الى المجمع هي ثلاث تهم الاولى مقاومة الروح القدس التانية زي ما فعل الاباء بالانبياء من اضطهاد وقتل هكذا انتم اذ قتلتم البار شخص الرب يسوع التالتة برغم الامتياز انكم اخستوا من ناموس بترتيب ملائكة لكنكم لم تحفظوه وهكذا تحول المتهم الى قاضي فلم يعد مهتما بالدفاع عن التهم اللي وجهوها اليه لكن كان جل اهتمامه الشهادة ليسوع المسيح البار حب يقول لهم ان يسوع جاء علشان يحل محل الهيكل ويسوع جاء علشان يحقق الناموس فالهيكل والناموس يشهدان ليسوع المسيح او زي ما قال كالفين لا يمكن الحاق اي ضرر بالهيكل والناموس عندما اصبح المسيح وبكيفية واضحة التحقيق والنهاية لكلايهما الامر الاخير الامر الاخير استفانوس الشهيد بنقرأ في اخر هذا الاصحح ثم جس على رجبتين وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة وايس قال هذا رقد طبعا نأسف لهذه النهاية المؤلمة لكنها بها نعتبر استفانوس الشهيد الاول للمسيحية شهد وقدم رسالة الانجيل بكل قوة ثم ختم شهادته بدمه لم يحتمل المجمع السهام الواضحة اللي وجهها ليهم استفانوس والتهم التلات اللي وجهها ليهم لما سمعوا هذا لم يحتملوا المزيد وازدادوا غضبا وملأ الغيز قلوبهم وعبروا عن ذلك بان صروا بأسنانهم عليه والمعنى انه لو امسكوا بأيديهم لقطعوا بأسنانهم هكذا كانت مشاعرهم واللي طفحت بوضوح على وجههم هنا ادرك استفانوس انه اقترب جدا من ساعة الموت فحول نظره الى السماء نظر الى فوق وهو في حالة من الملء بالروح القدس ورأى مجد الله وبعين الايمان رأى كذلك يسوع قائما عن يمين الله كم كانت هذه الرؤية مشجعة لنفسه وكانت في الحقيقة اعلى صوت من اصوات الغضب والكراهية الصادرة من المجمعة من سنوات قليلة مضت على هذا الحدث وقف متهم اخر امام نفس المجمع يحاكمونه بنفس التوام تقريبا ولما لم تثبت عليه التوام الموجه اليه سألوا رئيس الكاهنة مباشرة انت المسيح ابن المبارك فكان جوابه انا هو وسوف تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا في سحاب السماء وقتها صرخ رئيس الكاهنة ما حاجتنا بعد الى شهود وصار يسوع مدانا بخطية التجديف والتي تستحق الموت وهنا استفانوس يشهد كما شهد يسوع عن نفسه وكأنه يؤكد ان كلمات يسوع صادقة لم تكن تجديف على الاطلاق بل هي كلمات صحيحة وانا اراه الان يجلس عن يمين العظم في العالي قائما عن يمين الله واحنا بهذا الدفاع هذا التاريخ المبارك الذي سجله استفانوس في هذا الدفاع نراه وقد وصل الى المجد الاخير في رفقة وفي حضرة رب المجد شخص ربنا يسوع المسيح لكنه في النهاية يقدم لنا هذا النموذج الرائع مثل سيده اللي قال يا ابتاه يغفر لهم قال استفانوس يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة ما اروح هذه الصفحة من قصة الكنيسة قصة استفانوس الشهيد الاول للمسيحية في الاسبوع القادم نكمل حديثنا في هذه القصة الجميلة الرائعة قصة الكنيسة والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة